وإلى فقر الضيف الحدث أولا مشاهدين الكرام والحديث عن بطولة مهرجان مشجعي كرة القدم لمدارس محافظة مسقط والتي ستنظمها لجنة الرياضة المدرسية بمسقط ويأتي هذا المهرجان تزامنا مع الحدث الكروي العالمي وهو كأس العالم قطر 2022 تفاصيل هذا المهرجان وما سيشهده من فعاليات وبرامج سنتوقف معها خلال هذه اللحظات ومع الفاضلة الأستاذة مريم بن سيف الحسنية عضو لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة مسقط أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في البداية أستاذنا نتحدث عن بطولة مهرجان مشجعي كأس العالم بالنسبة لبطولة مهرجان مشجعي كرة القدم هي من الفعاليات التي تنظمها المديرية السنوات الماضية ونستهدف دايما فيها فئة البراعن ودائما نهدف لما نستهدف نفذ هذه البطولات أن نغرس فيهم طبعا الجميع هذه كرة القدم لعبة شعبية فنحاول بقدر الإمكان أنها تكون روح الكرة موجودة في مدارس الحلقة الأولى جميل وجاءت هذه السنة التي تتزامن مع مهرجان مشجعي كرة القدم التي استلطنت نظلمها بالمؤتمرات خلال فترة كأس العالم هذه البطولة التي ستقام على هامش المهرجان ستكون لها أيضا طابع خاص حتى بالنسبة للبراعم الذين سيشاركوا في هذه البطولة أكيد فحتى نظام البطولة حاولنا بقدر الإمكان أن تكون في متعة في المشاركة للطلاب وحاولنا بقدر الإمكان أنها تستوفي رغباتهم وميولهم فأنهم يظلوا أطول مدة ضمن مباريات البطولة جميل يعني هل في أعتقد أنه رح يكون مثلا في أحد يشجع البرازيل أحد يشجع الأرجنتين في فريق ينتمي إلى مثلا كتشجيع لفريق معين لمنتخب معين وبالتالي هذا سنوشاهد انعكاسا عليهما أكيد رح يكون ملحوظ في أثناء إقامتنا للبطولات لأننا نموزعها على أربع ملاعب على شيء ستستوفي أكبر قدر من المدارس لأننا حاليا نحن معنا 96 مدرسة نتكلم عن 960 طالب رح يكون مشارك معنا في هذه البطولة لامتدادها تقريبا 11 يوم ورح تنتهي إن شاء الله مع نهاية كأس العالم فأكيد رح نشوف كل المشجعين وكل الميول في طلابنا خلال هذه البطولة كيف تم اختيار الطلب؟ هل كان فيه إعلان مثلا للمدارس وكل مدرسة ترشح فريق معين؟ طبعا تاريخ هذه البطولة من 2009 معنا فخلاص المدارس من بداية العام تلاقيها جاهزة ومستعدة وكشف طلابها جاهزين للمشاركة في البطولة فالطلاب ما شاء الله الجميع جاهز من بداية العام الدراسي إنه يشارك في بطولة القدم للبراعم ممتاز أعتقد نهي مدارس الحلقة الأولى ستكون مدارس الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الصف الرابع وبالتالي أيضا هي فرصة مثل هذه المهرجانات لإكتشاف مواهب الطلبة أكيد إحنا السنة الماضية لاحظنا كم طالب ما شاء الله يعني اسلوبهم في اللعب كان جدا ممتاز بأمانة واكتشفنا بعدين أن بعض الطلاب كانوا في بعض المراكز التدريبية واستضافت بعض البطولة ما لنا خاصة في الأدوار الأخيرة بعض المدربين من هذا المراكز وتم اختيار طلاب للانضمام ممتاز هذا أمر أيضا يدعو إلى الاهتمام بمثل هذه المبادرات مثل هذه البطولات ولكن أيضا نأتي إلى جهة أخرى الآن مثل هذه البطولات أستاذ مريم وعلى مدى أيضا سنوات ماضية ما هي المواهب التي أيضا تم اكتشافها بعد أن تأكدتم أن في بعض اللاعبين ينتمون إلى مراكز لا شك أنه أيضا القاعدة تبدأ من الصفر والتأسيس يبدأ أيضا من هذا العمر طبعا إقامة البطولات هذه هي أساسا الباب للأنديا واللي المراكز التدريبية للنشئ إنها تنتقى منها في النهاية حتى في المدرسة ما ممكن تكتشف الطالب كثير ما رح تكتشفه أثناء إقامته للبطولة فظهر في البطولات القائد المدافع ظهر حارس المرمى ظهرت كل هذه الأصناف أثناء تنفيذنا للبطولة جميل أيضا هناك العديد من الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة ستكون في فعاليات مصاحبة أخرى أيضا بالنسبة لنا فقط تنفيذ بطولة القدم للطلاب بالنسبة للفعاليات المصاحبة هذه دايما نخليها لنهاية الأدوار ما لدور الثمانية دور الستعاش كم عدد الفرق المشاركة 96 فريق 48 من مدارس الحلقة الأولى للمدارس الحكومية و 48 فريق من المدارس الخاصة مدارس حكومية وخاصة يعني الآن 96 هناك تصفيات أم دور مجموعات أم كيف الآلية التي سيتم من خلالها أيضا لعب البطولة بالنسبة لطبعا ظروف الدوام معنا في الهيئة التدريسية إحنا حولنا بقدر الإمكان أن في البداية نسويهم مجموعات نلعب الدور الأول دوري ونأخذ الأول وبعدين عدد ننتقل إلى دور 16 الثمانية النهاء والربع نهائل بهذا الطريقة جميل أيضا هناك جهاد داعمة بالتأكيد لإنجاح هذه البطولة وبالتأكيد 9 نصر سابقة هذا يعني أن هناك أيضا اكتفاء من ناحية الخبرات الموجودة لتنظيم مثل هذه البطولة هو أكيد أنه دائما لتنفيذ بطولة أنت محتاج الدعم أنك ترفع من مستوى وكفاءة تنظيم البطولة وإدارتها وكان معنا طبعا مهرجان مشجعي كرة القدم الدعم الأول لهذه البطولة جميل أيضا يعني خلال السنوات الماضية شاهدنا الاتحاد المدرسي للرياضة أيضا عنده جهد كبير يبذل أيضا جهد كبير في إنجاح مسابقات وإنجاح بطولات وتنظيم بطولات يعني على مستوى المدارس وهذا أمر جيد القادم بالنسبة لكم أستاذة بالنسبة للاتحاد المدرسي مقرر الوزارة ووزارة التربية والتعليم أكيد يسعى جاهد بأمانة أنه دائما يطور من مستوى تنفيذ الفعاليات جميل جدا وإحنا أتمنى لكم التوفيق وبالتالي سنكون أيضا متابعين بشكل كبير لهذه البطولة التي ستنطلق خلال الأيام القادمة أتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى آمين للجميع أستاذ مريم الحسنية شكرا جزيلا لك كنت معنا هنا للحديث عن البطولة التي استقام على هامش مهرجان كأس العالم قطر 2022 شكرا جزيلا إذا مشاهدين الكرام لازلنا معكم على